للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محسن السلاموني أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية دكتور محسن بعد التحية يعني كيف ترى وتقرأ مراجعة بريطانيا لنظامها الضريبي تحية طيبة بهديها للمزيدك وبهديها لإخواتي شعب المصر ستكول النهاردة الشعب الإنجليزي والشعب الأوروبي بالذات يمروا بخبرة لن يشوفوها أبدا كلا اللي هي خبرة الحرب وخبرة التقشف اللي هم لم يتوقعوا أنها ممكن تصل لهذه النتيجة النهاردة فيه ضغط خطير على الاقتصاد الإنجليزي والاقتصاد الإنجليزي فيه زبزبة كبيرة نتيجة تضخم خارجي جاي من نتيجة ارتفاع الطاقة وزي ما حضرتك عارفة أن إنجلترا وأوروبا بيأكلوا طاقة ويناموا طاقة ويقوموا طاقة فالطاقة بتمثل 80% لأنها في دول صناعية النهاردة نقص الغاز وارتفاع أسعار الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء أثر تأثيرات كبيرة على المستهلك الضعيف الزغير اللي موجود فيه كل المستهلكين الموجودين في الجترة أدى إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية أدى إلى زيادة أسعار النقل أدى إلى زيادة التكلفة بتاعت التدفئة اللي موجودة في البيوت نتيجة هذا بدأت فيه إضربات تحسن خطيرة موجودة في انجلترا بدأت من بوريس جونسون قبل ما يتيجي للإستيرات التين لذلك الرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة النهاردة قالت إيه؟ قالت إنها علشان تساعد الناس دي لازم تخفض الضرائب هتبدأ هي في الضريبة المضافة على وديه ممكن من أهم الضرائب اللي موجودة اللي بتوضاف على اللي هي التغذية والقطاعات والكدس كلها الضريبة دي 21% النهاردة فيه احتمال إنها تندل 16% ده نتيجة إنها النهاردة عاوزة تهدئ الشارع البريطاني لأن النهاردة الشارع البريطاني بدأ فيه زبزبة ضد الحرب مع الروسيا تمام فدي حاجة دكتور محسن على يعني بالتوازي مع ذلك القرار هناك قرار آخر بإلغاء الحد الأقصى للحوافز المقدمة للموظفين في القطاع المصرفي وهو ده كان بيعد يعني سقف ورفته المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وما رأيك في هذا القرار وانعكاسه على قطاع الخدمات المالية في بريطانيا أولا ليست راست فيه ثلاث قرارات كلهم ضد بعض تم اتخاذهم نمرة واحد القرار هو رفع الحد الأدنى أو الحد الأدنى للحوافز الموجودة وبالذات للبنوك موظف البنوك وموظف الشركات الاستثمارية وموظف السندية الاستثمارية ده قرار سياسي لليست راست نفسها شخصية لعني ليست راست تم انتخابها في انجلترا عن مجموعة كبيرة من هذه المجموعات اللي هي اللي بسموها كونسيرفتيف أخطرها 80% من الناج دولة كونسيرفتيف ده اللي هي ساعدتها في الانتخابات إنها تصل لرئاسة الوزراء فده كان وعد من الوقود اللي موجودة ده إنما ده مش قرار اقتصادي ده قرار سياسي أعتبره قرار سياسي نعم القرار الثاني السياسي الخاطئ اللي حصل في انجلترا في الوقت رفع سعر الفايدة مقارنا بسعر رفع سعر الفايدة بكاعة أمريكا أنا النهاردة عندي تضخم اقتصادي عالي التضخم الاقتصادي اللي جاي ده جاي من خارج خارج انجلترا تضخم اقتصادي مفروض علي فيها علاجه ومش رفع سعر الفايدة رفع سعر الفايدة بيقلل السيولة نعم هيزود اضربات ان انا ارفع الاجوه يبقى انا بزود نفسي بالطريقة دي بزود التضخم اكتر مما هو في نفس الوقت هي بتضيف سيولة للسوء للناس اللي موجودة بقطع الضرائب فانه هدى البنوك المركزية والبنك المركزي البريطاني بالذات تمام انا شايفه الخرارات بتاعتهم مناخبطة وكلها ضد بعض نعم ومش قادر ياخد الموقف يعالج الامور ازاي الموقف الوحيد لمعالجة هذه الامور هما اني يحصل فيه سلم مع روسيا وتنتهي الحرب اللي موجودة اشترك شكرا جزيلا الدكتور محسن السلموني استاذ الاقتصاد بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية